بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان ملخص شامل حول الدالة الأسية الذي يحمل جل إن شاء الله جل القوانين التي تحتاجونها إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبناء قناء للدالة الأسية هذه ننطلق أولا بشيء اسمه تعريف وهي ما نسميها باللغة الفرنسية الإكسبونونسيال لاحظوا في التعريف عندنا ها هو لها تعريف خاص ما هو أبناء قال الدالة الوحيدة F التي مشتقتها تسوي نفسها تسوي الدالة ما هي؟ هي وماذا؟ وF لسفر تسوي نواحد إذن تذكروا F فتحة تسوي F وF لسفر يسوي نواحد هي الدالة الأسية التي نرمز لها إذا قلنا أسية X لأن تعلموا شيء أنه هذه الدالة لو نشتقها لا نجدها نفسها إذن تصبح هنا أسية X ولو نعوض بصفر لاحظوا بأسية صفر كل عدد قوة صفر هو واحد مع هذا الصفر نتركه إذن ها هي هذه الدالة حيث هذا الرمز هو بالتقريب 2.718 أو نقول 71 مثل ما تحدثنا عن P P هو 3.14 وما زلت تقريبات موجودة إلى يومنا هذا إذن هذه هي ما نسميها الدالة الأسية أو الإكسبونوسيال لكن يبقى دائما أبنائي هناك تركيب عليكم أن تعلموا عندنا هكذا مثلا نجد F لX يساوي قلت F لX مثلا يساوينا X زائد مثلا واحد في أسية X مربع ناقص X زائد واحد هنا تبقى الدالة أسية لكن هنا تركيب تركيب دالة أسية مع ماذا؟ مع دالة أخرى مثلا دالة G وهي مثلا دالة كثير حدود أظن أن الفكرة قد وصلت يعني الدالة الأسية التي نتحدث عنها نقول دالة أسية هي أسية هذه الأسية الأسية اللي هي الإكسبون إكسبون إكس هكذا هذه الدالة الأسية أما إذا جاءت مع هذه زيادات فتصبح هنا هنا تركيب الدوال وتركيب الدوال كذلك له قوعدة الخاصة يا أبنائي إذن أظن أن الفكرة كذلك يمكن أن نجد عبارة مثلا G لإكس مثلا نجدها تسوي أن أسية X ناقص واحد على أسية X مثلا زائد اثنان هنا جاءت دور تركيب دوال لكن تبقى دائما هنا خواص متعلقة بالدوال الدالة الناطقة والدالة الأسية وكثير من الخواص فقط أبنائي إذن تذكروا أن الدالة الأسية هي التي نجد فيها هذه الأسية اللي هي أسية X ما زاد عن ذلك ما زاد عن هذه الأشياء يبقى لنا هو تركيب الدوال وجداء الدوال فقط أبنائي ويبقى دائما نجموعة تعريف هذه أسية X معروفة أنها R لأن لو نعوذ هنا بأي عدد تبقى هي إذا جاء تركيب الدوال مثلا إذا قلنا مثلا A لX يساوينا أسية X زائد واحد على أسية X ناقص وثلان واحد هنا الأمر متعلق بأشياء أخرى فنقول مثلا هنا أسية X ناقص واحد لا يساوي السفر فاصبحنا أسية X لا يساوي واحد وسوف نعطي بعض التلخيصات على القوانين الذي سوف تأتي بعد ها هي القوانين يا أبنائي لاحظوا جيدا عندنا بعض الخواص التي عليكم أن تكونوا بدلاية إذا X و Y عددان حق القيام وأن عدد صحيح يعني نسبي عندنا ها هي بعض الخواص التي عليكم أن تكونوا بدلاية بها عندنا أسية X زائد Y تساوينا أسية X في أسية Y مثلا كأعطيكم عشر قوى ثلاثة زائد أربعة أو زائد خمسة تساوينا عشر قوى ثلاثة في عشر قوى خمسة جمع الأسس كذلك هنا إلا أنه في هذا المكان وضع الأسية وهنا الأسية وهنا الأسية تدفعون عندنا كذلك أبنائي الخاصية التي بعدها عندنا أسية X ناقص Y يساوينا أسية X على أسية Y كيف ذلك؟ لماذا لأن أسية X ناقص Y في الأصل هي أسية X في أسية ناقص Y وكل عدد قوته سالبة يمكن أن نجعل له المقلوب فتصبحنا تساوينا أسية X على أسية Y وهو الجواب الذي نحن بسداده وفي الأصل هي كل عدد إذا قلبناه إلى المقام أو كان في المقام ورجعناه البصن وغير إشارة قوته عندنا كذلك أسية N ماذا؟ N X هذه تساوينا أسية X الكل قوى N يعني قوة القوة احفظوها قوة القوة تساوي جداء القوتان فقط أبنائي إذن تذكروا أن قلت قوة القوة احفظوها هذه القواعد أرجوكم قوة القوة تساوي جداء القوتين إذا قلنا مثلا 10 قوة ثلاثة الكل قوة أربعة فاهفظو أن تساوينا 10 قوة 12 يعني قوة القوة يساوي جداء القوتين إذا كانت هذه هي قوة وهنا جداء القوتين يساوينا قوة القوة هذه خواص عندنا كذلك من بين الخواص التي علينا نحن بصددها عندنا أسية 0 يساوينا كم 1 وعندنا أسية ناقص 1 تساوينا 1 على الأسية وعندنا أسية ناقص تساوينا 1 على أسية وهذه القيمة أكبر تماما من الصفر إذن هكذا قلت قلت إذن أسية صفر كم تساوي تساوينا 1 وأسية ناقص 1 تساوينا 1 على أسية الأسية مثل أسية ناقص x احفظوا أن تساوينا 1 على أسية وعندنا ها هي مثل ما ذكرت هنا وهذه وأكرر أسية حتى قلنا أسية f لx تكون قيمة كيف هي مجابة مع f لx يجب أن نحترم مجموعة تعريفية حتى تفهموا يعني إذا جاءت مثلا أسية 1 على x هذه القيمة دائما مجابة مجابة 8 مع x ما هنا لا يساوي الصفر لأنه جاء في المقار هذه كذلك خواص أبنائي سوف تحتاجنها في حساب معادلة المماس والمشتقة ودراسة التغيرات وما شابه ذلك بعدها أبنائي سوف نتطرق إلى أمر آخر فلنتابع جيدا إذن الشيء الذي سوف نتحدث عليه كذلك أبنائي هو هذا لاحظوا جيدا عندنا أسية أسية x تساوي مع آ يجب أن يكون قيمة مجابة يكافر أن x يساوينا لان آ كيف ذلك أبنائي حتى تعلموا إذا قلنا مثلا أسية x يساوينا ثلاثة مع ثلاثة يكون قيمة مجابة لأنه لو كان ناقص قلنا هذه القيمة مجابة وهذه سربة لا يمكن أن تنعادل إذن إذا كان كلاهما مجاب فتقول قاعدة ندخل لان فتصبح لنا لان أسية x يساوي لنا لان ثلاثة وهذا له الحق أن ينزل إلى هنا فتصبح لنا x في لان الأسية يساوي لان ثلاثة معا معروف أنه لان الأسية معروف يا أبنائي أنه واحد إذن فيذهب هذا إلى واحد فتصبح لنا x كم يساوي يساوي لان ثلاثة فقط أبنائي عندنا كذلك هذه خاصية نحتاجها كذلك في حل معدلات عندنا أسية لان A يساوي لنا A احفظوا هذه مثلا إذا قلنا مثلا أسية لان x مع x قيمة مجابة تمام جمعة التعريف فتصبح مباشرة تساوي لنا x أعطيكم مثال إذا أعطيت لنا مثلا هكذا أعطيت لنا خمسة قوة x هذه في الأصل كيف هي هي أسية لان احفظوا جيدا 5 و x هذا كليا أدخلته في هذا المكان وأصبح هكذا سوف نجري عليها تغيير فتصبح لنا ماذا هذه في خصوص التزايد المقام تصبح لنا أسية وهذا ينزل إلى هنا تصبح لنا 5 في لان عفوا 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 تصبح لنا x في لان 5 وهذه القيمة دائما تبقى قيمة مجابة مهما كان هذه كذلك من خواص الأسية عندنا كذلك أبنائي ها هم أمثلة عندنا مثال أسية ناقص لان 2 ماذا تصبح هذه إذا جئنا لها لاحظوا أسية ناقص لان 2 هذا له الحق أن يدخل حتى إلى هنا تصبح لنا ماذا تصبح لنا أسية لان 2 قوة ناقص 1 وتصبح لنا أسية لان هذا يمكن أن نجري له مقلوب تصبح لنا 1 على 2 وهنا لان مع الأسية سوف يذهب مباشرة فتصبح لنا 1 على 2 عندنا كذلك خاصية أخرى التي هي أسية ثلاثة أسية ثلاثة في لان 2 هذه كذلك يمكن أن نجري على تغيير لاحظوا أسية لان ثلاثة لان 2 هذا له الحق أن يسعد إلى هنا تصبح تساوينا أسية لان 2 قوة 3 ثلاثة ثلاثة وهنا وهنا يذهب لان مع الأسية ثلاثة 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 ثمانية وهو الجواب فقط أبنائي نأتي إلى شيء آخر وهو المشتق كذلك دالة الأسية يا أبنائي لاحظوا جيدا إذا كانت مكتوبة عندنا هذا الشكل أسية F لإكس يعني نتحدث عن الحالة العامة احفظوا هذا القاعدة أنه مشتق الذي في الأس هو هذا يعني تصبح أنا F فتح لإكس في أسية F لإكس هنا يوجد قواعد التركيب لكن أنا تفديت قواعد التركيب لأن يظهر للطلبة أنها صعبة مباشرة أن أقول مشتق الذي في الأس وأعيد إعادة كتاب كمه إعادة العبرة كمه مع احترام مجموعة التعريف يجب أن تكون F معرفة هذه لا جدلة في ذلك هكذا أعطيكم مثال إذا أعطيت لنا مثلا أسية X مربع زاء ثلاث X ناقص واحد وقال قم باشتقاقها قلنا مشتق هذه كثيرة الحدود لهي كم أسية X مربع زاء ثلاث X ناقص واحد هكذا مرات نجد كذلك أبنائي عبارة عن جداء يعطينا مثلا X مربع في أسية ثلاث X ويطلب منا أن نشتقها هنا يحذروا إنها جداء دلته عندنا E في V مشتق جداء دلته ها هي الدل E وها هي V يسوينا مشتق عفوا يسوينا مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول ما معنى معنى مشتق X مربع لهو 2X مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني مشتق هذه القيمة قلنا مشتق الدل الأسية هو مشتق الذي في العبارة في الأول لهو X مربع ثم نكمل هنا يمكن أن نستخرج هذا مع هذا عام مشترك فأصبح لنا 2X زائد 3X مربع الكل هذا ونستخرج قلت هذه القيمة هذه وهذه كعامل مشترك فتصبح لنا هذا ننشره هنا نتصبح لنا 3X مربع زائد 2X مضروبة في أسية 3X إشارة هذه المشتقة هذا دائما كيف هو هذا دائما قلنا مجب تماما فإن إشارتها من إشارة هذه وهذه أبناء التي تدرسوا إشارتها ما عليكم إلا أن تأتوا هكذا ونكتب هنا 3X مربع زائد 2X لو جئنا إلى هذه العبرة وستخرجنا كعام المشترة تصبح لنا ماذا تصبح لنا 3X زائد 2 هكذا إذا قلنا يساوي 0 أي X يساوي 0 أو ماذا أو هذه القيمة 0 وهي X يساوي ناقص 2 على 3 يعني هذا لما نجعل هذه القيمة تساوي معدلة صفرية إذن أين تنعدم عندنا ناقص 2 على 3 وعندنا 0 هكذا فهنا نفس وهنا عكس يعني عكس ماذا عكس إشارة هذا العدد فتصبح الدلة من ناقص مالا نهاية إلى هنا ومن الصفر إلى زائد مالا نهاية تصبح متزايد ومن ناقص 2 على 3 إلى صفر تصبح متناقص وانتهى الأمر كذلك إذا جاءت مشتقة على شكل كسر لاحظوا كيف يقصد بكسر إذا جاءتنا مثلا مكتبة أسية إكس ناقص 1 على مثلا أسية إكس زائد 1 المشتق هنا نطبق عليه ناقص مشتق مقام في البسط على المقام مربع هذا أول شيء مشتق البسط هو أسية إكس في المقام ناقص مشتق المقام له أسية إكس وال صفر في البسط وه أسية إكس ناقص 1 مثلا نكمل إلى الأسية يصبح لنا أسية__ dati zum das مربع هذه قيمة الموجبة لما من يقول أحدكم لماذا أستاذ المقام موجب والأسية قلنا كيف هي دائما موجبة في نضربها في إثنان تبقى موجبة إذا ندلها المتزيدة على مجال تعريفها على R يعني في هذه الحالة يقول أحدكم أستاذ وإذا كانت هكذا تبقى موجبة قلنا أسية أي أسية أنت أنت مهما كنت هي قيمة موجبة حفظوا هذه الأفكار نأتي بعدها أبناء إلى العنصر الأخير اللي هو النهاية نهاية الدالة الأسية هناك بعض النهاية تشاهرة عليكم أن تحفظوها لاحظوا أبنائي عندنا أول نهاية مشهورة وهي لمد أسية X لما X يؤثر على زائد ما تسوي زائد ما لا نهاية عندنا حتى ولو كانت مضربة هنا مثلا في ثلاثة أما إذا ضربت هنا في ناقص اعلموا أن يؤثر عليها لأن الناقص يؤثر على المال نهاية عندنا كذلك لمد أسية X لما X يؤثر إلى ناقص مال نهاية احفظوها إنها صفر وعندنا كذلك نهاية شهرة بالعدد المشتق يعني بالعدد المشتق اللي هي لمد أسية X ناقص واحد على X لما X يؤول إلى صفر تسوينا واحد هذه قانونها بالعدد المشتق يقول أحدكم يا أستاذ ماذا تقصيدوا بعد المشتق لهو لمد F لX ناقص F لX صفر على X ناقص X صفر لما X يؤول إلى X صفر تسوينا ماذا تسوينا F فتح لX صفر هنا في مثالنا أين هي الـ F ها هي F F لX وF لX صفر ما هي ها هي F لX صفر على X ناقص صفر فتقول القاعدة نذهب إلى هذه العبارة اللي هي أسية X لأنها قابلة لإشتقاق على مجال عند الصفر هذه دلة أسية X قابلة لإشتقاق عند الصفر أنها دلة أسية قابلة لإشتقاق على هذه نشتقها مشتق أسية X هو نفسه أسية X نعوذ بصفر عوذ هنا بصفر تصبح لنا كم واحد ها هو واحد وانتهى الأمر إذن هذه المشتقة نستعملها بما نسميه العدد المشتق عندنا كذلك أبنائي بعض النهايات الموجودة في التزايد المقارن درس طموع لهي لميت أسية X على X لما X يقول إلى زائد ما يتساوي زائد ما لا نهاية أما إذا قلبنا النهاية معنا قلنا لميت ماذا لميت X على أسية X لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية هنا إحذر تساوي صفر إحذر لماذا لأن لو نقلب هذه نقلب هذه تصبحنا هنا واحد على ما نهاية واحد على ما هو صفر حتى تفهم عندنا كذلك لميت X تسية X لما X يقول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي لأن الكثير منكم يقول يا أستاذ حالة دم تعيين لا يا أبني نعم حالة دم تعيين لكن العلماء اتفقوا على في هذه الحالات يوجد حالة دم تعيين لأن هنا ما لا نهاية ونه هنا ما لا نهاية ما لا نهاية على ما لا نهاية حالة دم تعيين سوف أذكركم بحالات عدم تعيين اللي هي المال نهاية على ما لا نهاية وصفر في ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية مع زائد ما لا نهاية وصفر على صفر أما الباقية فليست حالة دم تعيين إن مقاضي التبسيطات فقط إذن يوجد لنا أربع حالات في هذه الحالة لو نلاحظ هنا ما لا نهاية هذه وهنا ما لا نهاية حالة دم تعيين لكن العلماء اتفقوا على أنها تكون زيادة ملانيائية هنا كذلك اللي هي في الأصل هي حالة تمتعين لأنها هنا صفر لأن هذه صفر عند النقص ملانيائية في الملانيائية تصبح حالة تمتعين لكن تفق العلم أنها تسوينا صفر إذن وهنا عندنا كتعميم كذلك عندما قلنا هنا عندنا لميت قصية X على X قوة ألفا أو قوة أن لما X قلنا لما X يؤول إلى الزائد ملانيائية أو أن هذا يعني قوة 2 قوة 3 يعني X على X مربع أو ما شبالك تعطينا مباشرة زائد ملانيائية إذا عكسناها معناه لميت X قوة أن على السيئة X لما X يؤول إلى زائد ملاني تساوينا صفر لأن تصبح لنا مقلوب هذه النهاية مقلوب النهاية دائما مقلوب الملانيها وصفر عندنا كذلك عندنا لميت X قوة ألفا أو قوة أن في السيئة X لما X يؤول إلى قسمنا مثل هذه لكن هنا التعميم يعني حتى ولو كنا كنوا هكذا تصبح كذلك سفر مع ألفا اللي هو أن أو ألفا هو عدد عدد صحيح فقط يعني لاحظتم أو عدد يعني عدد موجب عدد موجب سوف أعطيكم مثال مثلا لو يقول لنا أحسب ليميت مثلا X مربع زائد أو ناقص X زائد واحد في السيئة X لما X يؤول إلى ناقص ما لنهاية لو نلاحظ جيدا هنا كم كثير حدود كثير حدود ما لا تعطي لنا تعطيها نهاية الكبير اللي هنا صبحنا زائد ما لنهاية وهنا أسية ناقص ما لنهاية كم سفر تصبح لنا حالة لم تعين كيف نقوم نقوم بالنشر تصبح لنا لميت X مربع في أسية X ناقص X أسية X زائد أسية X ها كذا لما X يؤول إلى ناقص ما لنهاية نطبق هذا القانون على هذا المثال ونطبقه على هذا المثال فتصبح لنا هذه كم تصبح لنا صفر وهذه صفر وأسية ناقص ما لنهاية كذلك صفر فتصبح لنا النهاية هذه صفر معناه X يساوي صفر مستقيم مقارب كيف هو أفقي الآن نفس الشيء لو يقول عند زائد ما لنهاية عند زائد ما لنهاية بما أنها دالة كثير حدود في دالة أسية تصبح لنا لميت أكبر حد اللي هو X مربع لهذه الدالة في أسية X عند زائد ما عند النقص ما أصبحت هذا المتعين لكن طبقنا عليها هذا الخاصية فذهبت على هذا المتعين لما X يقول إلى زائد ما لنهاية هذه تعطي لكم زائد ما لنهاية في زائد ما لنهاية تسألون زائد ما لنهاية أما إذا كانت العبارة مكتوبة من هذا النوع إحذار إذا كانت مكتوبة لميت X مثلا مربع في أسية ناقص X وقال عند ماذا عند الزائد ما لنهاية تصبح لنا كم تصبح لنا هذه ما لنهاية وهنا لو نعود تصبح لنا أسية ناقص ما لنهاية أسية ناقص ما لنهاية في الصفر حدث كيف نفعل تصبح لنا لميت X مربع وهذا ننزله إلى المقام فيغير إشارة قوة تصبح لنا على ماذا على أسية X لما X يؤول إلى زائد ما لنهاية تصبح تسابين وطبق العلاقة العكسية لهذه النهاية فماذا يصبح تصبح لنا صفر لأن أسية X على X قوة ألف هي هذه تصبح زائد ما لنهاية وإذا قال ابناء هذه تصبح هنا واحد على المالانية واحد على المالانية إنه صفر فاحذروا يقول أحدكم عند الزائد ما لنهاية كم تصبح يا أستاذ تصبح لنا لميت عند النقص مالانية لو نبحث على هذه عند النقص مالانية صفر X قلنا مربع في أسية ناقص X لما X يؤول إلى نقص مالانية لو نعوض بهذه هنا تصبح لنا هذه كم أسية زائد مالانية هي زائد مالانية وهذه زائد ملانية زائد ملانية في زائد ملانية تعطينا زائد ملانية معنى النهاية هنا ليس حالة دمتعين أما هنا فيحدث ذلك الإشكال في هذه الحالة فجعلت قاعدة المقلوب وانتهى الأمر فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته